لا خطوط حمراء لما تمارسه ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها فمن قصفها للمدارس والمستشفيات في الحديدة إلى قصفها للمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة هناك في تفاصيل الأحداث قصفت الميليشيا موقع منظمة الصليب الأحمر الدولي الواقعة في منطقة غليفقة غربية مديرية الدوريهيمي جنوب الحديدة بأكثر من 20 قديفة قصف لم يؤدي إلى حدوث خسائر بشرية وفق مصادر محلية لكنه تسبب بوقوع أضرار في مرافق المبنى وترويع الموظفين العاملين هناك يأتي هذا الاستهداف بعد نحو أيام من اتهام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ميليشيا الحوثي بعرقلة أعمال الإغاثة التي تنظمها المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرة الحوثيين اتهام لوكوك للميليشيا أكده تقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية اتهمت فيه أيضا الميليشيا بتنظيم عملية نهب للاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات لمنظمات الإغاثة العاملة في اليمن نتيجة طلبات الميليشيا الساعية إلى حصر توزيع المساعدات الإنسانية عبر وكلائها ممارسات الميليشيا مع المنظمات الإنسانية والإغاثية دفع وكالات الإغاثة والجهات المانحة إلى التهديد بخفض المساعدات الإنسانية إذا ما استمرت الميليشيا في فرض قيودها عليهم وأمام استمرار استهداف الميليشيا للمنظمات الدولية سواء عبر قصف مقراتها أو التحكم بقراراتها يذهب مراقبون إلى اعتبار أن ذلك لم يقل ليحدث لو لا التماهي الذي مارسته الأمم المتحدة إذا انتهاكات الميليشيا بحق المواطنين الأمر الذي شجعها على ارتكاب المزيد وليس مهما إن كانت وكالات الأمم المتحدة نفسها هي المستهدفة أيضا هذه المرة